موسيقى اهلا بكم الى موجز اخبار الان اعلنت الشرطة الفرنسية ان رجلا قتل شخصين بسكين في المحطة الرئيسية في مرسيليا جنوب فرنسا قبل ان يقتله عسكري وتحدثت الشرطة عن اخلاء محطة سان شارل في مرسيليا نتيجة العملية وطلبت من السكان تجلب المنطقة شدد وزير الدولة لشؤون الخارجية الاماراتية انوار جراجاش على ان خيارات الدوحة على الصعيد السياسي تتضاءل كما اعتبر ان قطر فاشلت في نيويورك رغم الانفاق الاسطوري على الاعلام وترويجها لرسائل المظلومية مشددا على ان مفتاح حل الازمة الثقة هي السياسة والحكمة للإعلام انشق قرابة 300 مقاتل من قوات النظام السوري قرب مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي وانضموا الى قوات سوريا الديمقراطية المتواجدة في المنطقة من جانبه اكد قيادي في قوات سوريا الديمقراطية خبر الانشقاق اثناء تشيع بعض المقاتلين الذين قتلوا في معركة الرقة قتل اكثر من 3000 شخص بينهم نحو 1000 مدني خلال شهر ايلول سبتمبر في حصيلة شهرية هي الاكبر خلال العام الحالي جراء تكتيف الغارات على مناطق عدة في سوريا وفق ما وثق المرصد السوري لحقوق الانسان واوضح مدير المرصد ان بين القتل المدنيين 207 اطفال على الاقل لافتا الى ان اكثر من 70% من المدنيين قتلوا جراء ضربات جوية تواصل القوات العراقية توغلها في مناطق غربي الحويجة حيث استطاعت تحرير 12 تقارية تابعة للقضاء وتشير التقارير الاستخباراتية العراقية الى ان عدد مسلحي داعش في الحويجة يقارب 1000 شخص مؤكدة ان العمليات الجارية في المحور الشمالي والجنوبي من قضاء الحويجة قاربت على الانتهاء اقلعت مقاتلات من طراض F-18 من علامة حاملة طائرات امريكية خلال تدريبات روتينية في عمق بحر الصين الجنوبي واعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية انها ستجري تدريبات مع المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات في 21 اكتوبر وتأتي التدريبات في وقت تجري فيه كوريا الشمالية سلسلة من تجارب اطلاق صواريخ باليستية وسط اجواء الاستفتاء الكتالوني المثير للجدل استنف نجم كرة القدم الارجنتيني ليونو الميسي ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل ثنائية جديدة ليقود برشلونة الى فوز كبير بثلاثة اهداف مقابل لا شيء على لاس بلمس في المرحلة السابعة من الدور الاصفاني لكرة القدم وحافظ برشلونة على العلامة الكاملة في مسيرته بالمسابقة هذا الموسم الى اللقاء نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الان على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب ان اعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك اشتركوا في القناة